موسيقى رحل إدير وترجل الأمير المهاجر غاب عن وطنه لأكثر من ثلاثة عقود غاضبا ومقاطعا لأي نشاط فني في أرض أجداده وعاد منذ عامين فقط ليطل على محبيه وهم بالملايين رحل حميد شريت المدعو فنيا إدير وبرحيله فقدت الجزائر والفن الجزائري هرما من أهراماته على حد وصف الرئيس تبون في رسالة نعيه للراحل الرمز الذي وافته المنية في فرنسا فجزعت الجزائر عن بكرة أبيها حزنا على ابنها الذي أوصل الأغنية الجزائرية الأمازيجية إلى العالمية بدأت المسيرة في منتصف السبعينيات من القرن المنصرم حين بدأ الشاب إدير مسيرته في فرنسا بعدما ضاقت به الصبل في وطنه لأن صوت الفن الأمازيجي ولأسباب أيديولوجية كان غير مسموح به في الجزائر في تلك الفترة ومنذ بدايته أبان الراحل إدير عن موهبة استثنائية شعرا ولحنا وأداء وكانت رائعته الخالدة أفافانيوفا التي تروي أسطورة الجدة وهي تحذر البنت الأمازيجية في جبال جرجرة من الذئب كانت بداية الانتشار والشهرة وجاءت بعده ملحمة السندو التي ترجمت إلى لغات عديدة وظهرت في الموسيقى التصويرية لأفلام عالمية اكتسب إدير كل هذا الحب الجارف في قلوب ملايين الجزائريين من الأمازيج والعرب لأنه كان مدافعا شرسا وبإبداع عن الهوية الأمازيجية لكنه وإلى آخر يوم في حياته كان سقف انتقاده وغضبه تحت سماء وطنه الجزائر وعلى غرار أسماء أدبية وفكرية حجزت للجزائر مكانة متميزة في الثقافة الإنسانية نجح إدير في أن يكشف للجزائريين وللعالم أجمع ملمحا آخر من تراث الشعب الجزائري الأصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر